اشتركوا في القناة وبصراحة الآية دي اعتقدت انها مناسبة جدا دلوقتي وفي كل وقت طبعا لان احنا بقينا ندور على القدوة القدوة هي احسن طريقة للتعليم ربنا يسوع المسيح لما قال لنا تعلمه مني لاني وديع ومتواضع القلب ما قالهاش كلمة وخلاص لكن ده نفذها يعني مثلا لما كلمنا عن محبة البوضة والفقراء تلقوا هو نفسه تولد فقير لما تكلم عن الخدمة هو نفسه خدم وتعب وكان يجول يصنع خير في كل مكان لما تكلم عن من طلب ردائك من طلب ردائك ثوبك فاعطيله ردائك ايضا هو نفسه مش بس دانا توبه وردائه دانا دمه على الصليب فربنا يسوع المسيح اعطانا حياته كقدوة كل حاجة عملها اللي نتعلمه مني واحنا كتير جدا بنواجه القصة دي في تعاملاتنا مع اولادنا او مع اللي بنطلب منهم انهم يغيروا سلوكهم ان كانوا اصدقاء او اصحاب او معارف او اولادنا بالاكتر ولكن بننسى ان احنا نقدم ليهم مثل وقدوة كتير نقول له لا تصلوا واحنا مش بنصلي صوموا واحنا مش بنصوم احبوا اغفروا واحنا نكون مش بنعمل كده عشان كده اجمل طريقة ان احنا نعلم بيها كل اللي حوالينا هو القدوة والمثل رفتكروا كلمة ربنا يسوع تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم لربنا المجد دائما ابدا امين اشتركوا في القناة